اشتركوا في القناة 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 انتا كويس اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في الفضاء وليده ورنده في حاجات كتير فكان الصناعة نفسها كانت ماشية بسيستم معين انا عارف انا عايز اطلع الجيل ده عامل ازاي بيفكر ازاي بيتحرك ازاي بيأكل ويشرب ازاي الاخلاقيات اللي انا عايز ادهاله ايه المبادئ كل الحاجات دي كانت قردي موجودة فكان فيه زي ما بنقول قاعدة الناس بتمشي عليها او صناعة الدراما نفسهم بيمشوا عليها في الفترة الاخرانية للأسف صناعة الدراما بتاعت الطفل ابتدت تقل شوية بس لكن القواعد نفسها موجودة يعني ان انا ازاي ارصخ مبادئ انا عايز ارصخها في عقل الطفل او ازاي اطلعوا بمبادئ ثقافتنا وعادتنا وتقاليدنا واخلاقنا احنا كل ده ما بينشأش غير من الحاجات اللي بيتفرج عليها لان اكتر حاجة اتأثر في الطفل هي المادة الاعلامية فازاي ان انا اخليه يوصل للي انا عايزه دي اصعب حاجة خلي بالك يعني تباني ان هي سهلة لكن ازاي ان انا اوصله بشخصية هو بيحبها ويحبها ويتأقلم معاها ويعيش معاها هو ده الصعوبة فيها لكن كمواضيع المواضيع سهلة سوري المواضيع سهلة وكبيرة واحنا عارفينها يعني اخلاق احنا عارفين احنا عارفين ان احنا عايزين اخلاقه تبقى واحد اتنين تلاتة اربعة مبادئنا عادتنا تقاليدنا عارفنا الحاجات دي كلها موجودة وسهلة نعملها بس ازاي نزرعها فيه عن طريق الشخصية دي هي دي اللي بتفرق تجربة بقى تجربة ناكحة جدا تم التطبيق هيمكن في الدبلاج لما بيبقى في حاجة بتتعرب معظمها بتبقى لغة عربية فصحة ولكن في تجربة ناكحة جدا باللهجة المصري الجميلة وهو تمصير ديزني وافلام ديزني وحققة نجاح كبير جدا وانت طبعا احنا عارفين ان احنا فيه جزء يمكن الناس كتير معرفوش انك مخرج واناك بتمنتج لنفسك شغله احنا مش هنسيب الكلام ده لازم نتكلم فيه بتفاصيله لكن كلمنا عن تجربتك مع ديزني بالعربي وافلام ديزني وفعلا نجحت ودي يمكن من 97 من نص التسعنات تقريبا كانت بتاريك ديزني في مصر يعني هو اول فيلم تقريبا في مصر كان في اواخر الستينات كان سنويت والاقزام السبعة كان السوزة فاطمة مظهر والسوزة جمالي اسماعيل وعبد الوايس عصر ده كان اول حاجة تعملت وبعد كده في نص التسعنات بتاريت الموضوع يبدأ يزدهر شوية في موضوع ديزني او ينتشر اكتر وكانت اللهجة في الفترة دي كانت اللهجة العمية المصرية تزا جليلة بنت الفنانة سمير احمد صح اه طبعا يعني اه هي اللي كانت مسكة تقريبا الموضوع ده كان ناس كتير يعني كان على فكرة كان هو كرو كبير جدا قائم على الموضوع ده لان كان الكونتنت او المادة بتاعت ديزني كانت كتير جدا صحيح وكانت اللهجة بتاعتنا احنا العمية المصرية هاي المنتشرة وهي المحبوبة في كل انت اللي كنت عامل ويني دابو انا كنت عامل كريم امين في ويني دابو كريم امين اه الولد الصغير انا عايز اقولك انا بنتي يعني الكبرت على ويني دابو ده ده من الشخصيات اللي كتلطي وانجيب لها دبازيب وانجيب لها كتب عليها ويني دابو قصص ويني دابو انا كنت صغير وجبرت وانا بعمل كريم امين وبعدين غيرت بقى جيت في مرحلة من المراحل بقيت بعمل فيجلة ايوا ده جميل فيجلة جميل عدت في مرة كده عملت فيجلة مين كان بيعمل تيجر تيجر كان هو اتعمل ناس كتير قوي عملته وفي الاخر خالص بقى كمال عطية زميلنا كمال عطية هو اللي بقى بيعمل تيجر ده كان اخر حد عمل تيجر يعني بس انا عايز اروح لمنطقة مهمة اللي دي سألتك فيها معاوض السؤال اللي فات هي الكتابة نفسها الحاجة مسهلة يعني كتابة الدبلاج نفسها هل هي بتمكن ترجمة حرفية مثلا لحاجة اجنبية عملت ولا هي دي كتابة مختصة بيها ومين اللي بيكتب واشتغلت نعمل مكروهات اللي يعلاقوا بالكتابة المنطقة دي عندي حسنا عشان قبصلي فمجتم بيها قوي انا ايه اللي هيتعارض لولادي لا الكنتنت نفسه او الكتابة او الاعداد اللي بيتعامل للسكريبت الانجليش اللي بيجي لنا ما بيبقاش ترجمة حرفية بيبقى المعد لازم بياخد باله من حاجات كتير قوي لازم بياخد باله من العادات زي ما انا قلتلك في الاول العاداتنا وتقاليدنا لان في حاجات احنا نقدر نقولها وما نقدرش نقولها لان كل مجتمع بيختلف في العادات والتقاليد بتاعته فهو لازم يراعي ده في الكتابة لكن الفكرة الاساسية بتبقى واحدة او يعني التيمة بتبقى واحدة لكن هو بيبتدي يغير في الحاجات اللي ما بتبقاش مناسبة لنا وعموما هو في اعمال الاطفال في الاموم بتحديد ديزني او اي شركة عالمية بتبقى امرعية المواصفات العالمية بحيث ان هي تقدر تعرض الكنتنت بتاعتها ده او المادة ده كريم اعطاب ندلة معانا على الشاشة ده ده كريم امين اه بالزبط فبتبقى الشركات العالمية لها مواصفات معينة بحيث ان الماتيريا البتاعة ده يقدر يتعدد في كل دول العالم اه جنارك يعني مش لازم بتعبر قوي عن دخليات مجتمعهم لانه ممكن دي تكون بتتنافق او بتصطدم مع عاداته تقاليد مجتمعات تانية بالزبط هم بيشتغلوا اكتر على الطفل نفسه يعني على اخلاق الطفل نفسه والاخلاق العامة بتاعت الطفل نفسه والمبادئ العامة اللي المفروض الطفل او الشخص يتحلى بيها ويجبر بيها اللي هي الامانة السد الحاجات اللي هي البيزيكس دي اللي احنا بنتكلم عليها لحد ما لما بتبقى فيه حاجة حتى تتمصر يعني حاجة خلاصة عالمية زي ما قلنا ديزني والدبلاش بتاعه حيات مصر بتبقى انت مشى على مصار الى حد ما الحركة فيه محدودة يعني واضح انت هفي يعني اللي انت عايز حاجات معينة وانت بتلتزم بيها بزبط ايه اللي ممتع بالنسبة لك اكتر ان تكون حاجة بتتخلق من اول وجديد وبتتعمل زي بوجي وطمطم وزي زازة وجرجير والحاجات المصري دي وبكار ولا الحاجة اللي بتبقى جاية كل حاجة اللي هي متعتها اه ازاي بقى حكي لنا بقى دي متعتها ايه ودي متعتها ايه كتكنيك بنسبة لك انت لانك عاشت لتجردتين بصي هو الدبلاج متعته في ان بيبقى فيه تحدي مع نفسك انك ازاي تبقي زي بالزبط تبقي زي الممثل الاصلي وتوصلي احساسك مع حركة الشفايف زي ما بيقوله او حركة بق الكاركتر ما تخرجيش عنها اللي هو اللي بنسميه الليبسينج دي حاجة فده لي متعته جنب ان انا ازاي اجود على الشغل ده وادديله الشخصية بتاعت الشخصية المصرية بتاعتنا فده لي متعته لكن بنسبة لان انا بكريت حاجة من اول وجديد خالص دي ليها متعة تانية خالص العالم ده نقود عالم مختلف تماما واعتقد خدك من نجاحات عملتها زي ما كنت بكلم في التقديمة انك مثلت ومثلت مع فنان عظيم لمسلسل انا ما اتفرج عليه لحد دلوقتي ومن امتع المسلسلات بالنسبة لي ومن امتع الادوار الصراحة ليه كممكن الصورة هي على هوا واحدة من قدش ان نعرف دور عبدالوهاب فأني مرحلة بالزبط ان ياخدك العالم ده من عالم التمثيل الموضوع ما كانش سهل انا عايز اعرف تجربة دي دي تجربة كبيرة ونجحة واعتقد كان مفروض تكمل فيها اه هو انا يعني انا مكمل فيها بس هي الفكرة يمكن شوية عشان اشتغلت وانا صغير فالحمد لله الحاجات اللي اشتغلتها ربنا سعيدني ان هي تنجح وتعلم مع الناس فبقى عندي زي بنط ستابس كده معين او بنط خطوات اللي هو الحاجات اللي كان ممكن اعملها دلوقتي ممكن اكون عملتها من عشر سنين او من خمستاشر سنة فبقيت بدور على حاجة جديدة اعملها يعني فكرة ان انا بقيت بقى قدام الكامراء يعني انا مثلت الحمد لله اشتغلت مع مخرجين كبار وممثلين كبار فبقى الاستاب التانية اللي عندي ان انا عايز اعمل بقى حاجة اعلم بيها الولاد الصغاري من الحاجات اللي انا اتعلمتها فبقيت عايز اعلم تعلمتها من اين بقى تعلمتها من فنان القدير نور شريف يعني اداك مساحة او انت صغير كده ان اديك الكلام الحاجة بتقوله هو طول الوقت في الفترة يعني اصلا انت لما تبقى مثلا عندك ثمان سنين او سبع سنين وبتشتغل في الميديا فطول الوقت انت بتقابل ناس طبعا فطول الوقت فانت في الفترة اللي انت بيبتدي وجدانك يتشكل فيه او فكرك يتشكل فيه فانت قابلت ناس كتير جدا فبيبتدي ده يتطور معك فطول الوقت انت بتكتسب خبرات من اللي قدامك وستاذ نور الشريف وستاذ فودي المهندس وستاذ عبد الماني المدبولي وستاذ محمد عوض وستاذ جميل راتب رمالكة كلهم وستاذ محمد رضا في ناس كتير اشتغلت معاهم فكل ده انت بتكتسب منهم خبرات فبتوصل لمرحلة ان انت عايز تبتدي تطبق الخبرات دي صورك مع حولها الفنانين حاجة تتكلم عنه وانت بتشتغل من وانت الطفل ده بيبقى شايلك الهم بدري يعني لو رجع بيك الزمن هتبقى تقول لا انا كنفسي اكون بلعب وقتها زي بقيت الناس وكده حياتي بلعب وبخرج وباجي ولا انت حابب حياتك كده يعني انا بقول ان انا مبسوط لان دي مسئولية خلي بالك انت طفلة وبتعمل حاجة ممتعة بس تنسيل المسئولية كبيرة ودي مهنة مهنة يعني مهنة تقيلة مش سهلة بالضبط فهل ده بيخليك تحس ان انا شلت اللي عم بدري غيرت في شخصيتك ازاي ان انت تدخل مجال صعب زي ده من انت صغير لا هي ما يعني بالعكس هي حملتني مسئولية فعلا بدري بدري بس مسئولية مش يعني مسئولية ان انا لازم اخد بالي من تصرفاتي لازم اخد بالي من تعاملاتي مع اللي حوالي يعني انا افتكر اول ما بتريت اشتغل خالص واول حاجة بتريت تنزل في مصر لها كانت بوجي وطمطم فابتديت احس بنفسي شوي في المدرسة على اصحابي اه نجمع بقى بظهر بقى في التلفزيون وبطلع في التلفزيون فكان الرد من والدي ومن والدتي ومن المدرسة كان جامد جدا ان فجأة لقيت نفسي الوحدي فده اول درس انا اتعلمته في حياتي اللي هو انت مهما توصل في حتة ماينفعش انك تتعالى على صحابك ماينفعش تتعالى على الناس اللي جنبك لان فجأة الانضباط كانت حاجة ايجابية تأثيرها ايجابي عليك انه خلاك شخص عارف مبادئ الانضباط فأي حاجة انت بتعمل بالزبط دي حاجة الحاجة التانية الحاجة الايجابية لها كمان ان انا شفت حاجات انا كان ممكن وانا طفلة عادي ما كنتش ممكن اشوفها صحيح كان ممكن وفي حاجات قابلتها كان ممكن وانا طفلة عادي مقابلهاش ففيه experience في الحياة كده خدتها يمكن الحمد لله أنا محظوظ أن أخذتها بدري بدري فده بيزود سقف الطموحات بيزود بقى عندك سقف الحاجات اللي أنت عايزة تعملين طب الطموحات راحها فين دلوقتي يعني إيه الجديد اللي هادم لنا أستاذ معاوض اسماعيل بصوا أنا يعني أنا طموحاتي أن أنا بحاول شوية أعلى بمستوى الانيميشن في مصر هو إحنا عندنا فنانين في الانيميشن كتار جدا وشاطرين جدا والإمكانيات موجودة وكل الحاجات دي كلها كل اللي ينقصهم الوقت علشان ياخدوا وقتهم علشان يطلعوا حاجة فأنا نفسي أرتقي شوية وأعلى شوية بصناعة الانيميشن في مصر خصوصا أنها حاجة مهمة جدا وكتير يعني مش فئة صغيرة بس يعني مش فئة الصغيرين بس أو الأطفال الموضوع توسع من الزمان من أول لاين كينج كمان تحديدا وأول ما بدأ النسخة الأولى كان خلاص بقى هو بيخاطب الجميع يعني كبار والصغيرين فده ده حلم من أحلامي في التكنيج بقى يعني أن احنا نغير في التكنيج شوية علشان يبتدي نرتقي بالصناعة بشكل الصناعة بالكواليتي بتاع الصناعة والحاجات دي كلها فإن شاء الله يعني في اللي جاي ربنا يا سهل وفي مفاجأة لطيفة وقريب بإذن الله إن شاء الله كل التوفيق ليك انت اتنقلت من مرحلة مؤدي صوتي لبقيت صناع من صناع اللي عمل سواء للدبلاج أو للأنيميشن زي ما حيب تقول الفترة اللي جاية كل التوفيق ليك يا رب إن شاء الله وتوظفنا دايما كده في نجاحات جديدة بإذن الله الفترة اللي جاي مرسي جدا شكرا لكم بشكرك شكرا جزيلا نورتنا الفنان معوض إسماعيل والمخرج وحاجات كتير عيكم عايزين برضو نتكلم فيها ولكن احنا ركزنا على كممثل دبلاج أكتر لأن ده طبعا موضوع مهم جدا وصناعة مهمة همنا ونورتنا في صباح الورد مرسي جدا لك وصباح الفل صباح الورد عليك يا أحمد صباح الورد عليك يا أحمد بكرة إن شاء الله حلقة جديدة في نفس المعنى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة